السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو أخبار مفرحة من وزارة التربية لطلاب المدارس الخبر الأول التربية تؤكد بأن درجة القرار هي 10 درجات لكل كورس بالنسبة الذين امتحنوا شهر واحد فقط تعتبر لهم درجة الفصل الأول في حالة تم إداءة الامتحان لشهرين يعتبر له درجة الفصل الأول توضيح لهذا الخبر أول مرة هذا الكتاب الرسمي من وزارة التربية وخلينا نوضح هذه الخبر التربية أنطت 10 درجات قرار لكل كورس يعني 10 درجات هي هذا الكورس الأول قرار يعني مو مثل العام أنطت 10 درجات لكل مادة لا أنطت حالها حال السنوات اللي فاتت أنطت 10 درجات لكل كورس يعني هذا الكورس الأول العشر درجات تتوزع على الدروس كلها وإن شاء الله هم أكوا قرار احتمالي جوزي غيروا القرار يقولون 10 درجات لكل مادة شون مثل العام أما الذين امتحنوا شهر واحد يلي امتحنوا شهر واحد أو شهرين وانت المطلوب من عندك لازم يتكمل نصف السنة والكورس الثاني لازم بالفصل الأول تمتحن شهر أول وشهر ثاني وتتجمع الدرجة وتتقسم على اثنين ويطلع لك السعيم هذا الفصل الأول هذا توضيح لهذا الخبر عيدة يعني انت المطلوب من عندك هاي اللي امتحنوا امتحن شهر واحد يعني وانت المطلوب من عندك يعني لازم فصل ثاني أو نصف السنة الفصل الأول لازم تمتحن شهر أول وشهر ثاني هاي تتجمع هذني الدرجة ويقسموها على اثنين ويطلع لك السعي درجة السعي ما للفصل الأول زين أما الخبر الثاني هذا الكتاب الرسمي هذا الكتاب الرسمي بالنسبة للطلبة المتغيبين يعني شنو من اجي يعني من امتحن توا امتحان يوم السبت عشرين الثلاثة كان يوم حضر اكو قسم من الطلبة مراحوا امتحنوا ما قدروا يعني حضر هسه شنطة وزارة التربية قرار قالت لهم تمتحنون امتحان يعني لاحق يعني أي يوم لازم تروحون يعني يحق لكم ان تمتحنون لازم تراجعون المدرسة وهي يتحدد لكم الامتحان يعني وهذا من الأخبار المفرحة نجيها على هذا الخبر ما نقول عليه مفرح نقول وزارة التربية لانية الاحتساب درجات امتحان نصف السنة كدرجة نهائية مقترح اكمال الدوام للعام الدراسي الكترونيا او حضوريا يكون من خلال موافقات رسمية وآلية خاصة تعتمد بهذا الصدد يعني وزارة التربية جاي تدرس هسا شو تقول تقول ما كنية خاطر نحتسب درجة امتحان نصف السنة كدرجة نهائية اكمال مقترح يقولون نكمل لدوام العام الدراسي ياما اليكتروني او حضوري حسب الموقف الوبائي وهذه اخر اخبار وزارة التربية ترجمة نانسي قنقر